معانا الأستاذة شاهد أيوه السلام عليكم عليكم سلام عليكم اتفضل يا أستاذ شاهد حضرتك أنا من فترة كده وقعت في الحمام وكده سلامات على حضرتك الله يسلام بعدها على طول أنا تعبانا من ساعتها نفسية من كده نفسيتي تعبانا يعني كارها نفسي وكارها الناس بس دايما بس هو إيه اللي علاء إيه اللي خلاك ربطت ما بين اللي أنت وقعت في الحمام واللي حصلك ده من كرايات نفسك نعم ما كنتش كده يعني أو قابليها وكده طيب على أموم بس حضرتك هو ما فيش حاجة عند حضرتك خالص لا بس أنا أقول يعني هزي ما بحشب أشوف تخيلات أيوه تعالي بقى نشوف التخيلات دي بقى كان سببها إيه ما فيش ما لهاش سبب خالص خالص بسقوطك في الحمام لكن هو يبدو والله وأعلم أن هذا السقوط عمل حاجة تتعلق بسقتك بنفسك فحس أن أنت مش مزبوط حس أني سقتك بنفسك وكأنك فقدتيها فلذلك الحاجات اللي إزاي دي بيبقى محتاجة حاجتين أن إحنا لا تأكد بس أن حياتنا موقفتش يعني مثلا لو أن حصل ده فبطلت تروح الشغل أو حصل ده فكانت واحدة بتردع فبطلت أن هي تردع أو حصل ده فإيه اللي حاصل فابتدت أن هي تكره ابنها المولود ده ومش عايزة تشوفه أو مش عايزة تعيش مع أي حد أو بقى عندها حالة أن هي بدأت تجرح نفسها كل ده يبقى إحنا محتاجين طبيب نفسي على طول لازم نروح لطبيب والأمر الثاني أن إحنا نستمر بقى في الذكر والأمر الثالث أن إحنا ما نلتفتش لهذه الحادثة كل ما تيجي في زيننا ننزحها من زيننا خالص لأن مش هي دي السبب لكن هو توافق أن هذا التغير في شخصيتنا يحصل مع الحدث اللي حصل ده فعشان كده إحنا لازم نعمل الحياة التلاتة اللي إحنا قلنا عليها ده لو إن حياتنا عطلت يبقى إحنا لازم نحتاجين دعم نفسي حاجة تانية محتاجين نذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرة حاجة تالتة محتاجين ننفي عن نفسنا ونبعد عن نفسنا كل تذكر لهذه الحادثة اللي إنت حديك ربطة ما بينها وما بين اللي حديك فيه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الخير والتوفيق والسداد والحفظ إن شاء الله بكرمه ووده يا رب العالمين